صراحة الإطار التنسيقي بالمناسبة لست متحدثا باسم الإطار لكن نتحدث وفق الخطوط العامة ورؤية الإطار باعتبار اتلاف النصر جزء من الإطار أو منظويا مع الإطار الإطار التنسيقي يرى أن خطورة المرحلة الحالية والقادمة ولوجود الانسداد السياسي طيلة الفترة الماضية لم يكن هناك حلول تبدو بالأفق رغم المطالبة بها رغم هناك طيلة الفترة الماضية كان هناك حوارات معمقة مع الكتل السياسية ربما الطعون في المحكمة والاعتراضات والاعتصامات أعطت أيضا فرصة للحوار مع الكتل السياسية الأخرى لخروج برؤية مشتركة لإدارة البلد هل استثمرت هذه الفرصة؟ يعني كان هناك حوارات معمقة في هذا الاتجاه لكن إلى الآن لم يبدو النور من نهاية النفق وكانت المبادرة اليوم التي تتحدث عنها وسائل الإعلام هي كما يرى الآخرين هي لم تأتي بجديد لكنها ربما تضع النقاط على الحروف وتحذر من المرحلة القادمة أن هناك إذا لم يتفق جميع الشركاء السياسيين على مرحلة القادمة باعتبار أنها مرحلة خطرة واليوم نشاهد البلد يمر بتحديات خطيرة صراحة هناك تحديات على المستوى الأمني ويعني عصابات داعش اليوم تضرب في كل محافظة من محافظات العراق خاصة في ديالا وفي كاركوك وفي الأنبار وفي الموصل وهناك هذا تحدي خطير كذلك التحدي الصحي كذلك التحدي الخدمي اشتركوا في القناة